اشتركوا في القناة ما بتعرفوا انا نزل الدوسية موجودة الان في جميع مكتبات المملكة تحتوي على جميع قواعد اللغة الانجليزية متضمنة اسئلة وزارية وتمارين اضافية وجميع اسئلة الكتاب مع الاجابات النموذجية طب شو ظل علينا؟ ظل علينا انه انطابق هاي الدوسية مع الفيديوهات اللي رح تنزل ان شاء الله تعالى فصار نازل شرح كل الازمن الخاصة بالوحدة الاولى على قناتي على اليوتيوب اللي اسمها سيف عوامر اللي يفترض انت الان موجود عليها وان شاء الله مستكملين حتى نهاية الفصل الدراسي الاول وبهذا الفيديو حنشرح قاعدة خفيفة لطيفة ان شاء الله اسمها passive voice اي المبني للمجهول وقبل ما نحكي عن اهمية القاعدة القاعدة بديش اقولك انها كثير مهمة وا 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 فيش امتحان وزارة ورد لحد اللحظاي الا لازم يكون في سؤال على قاعدة الباسف فيلا بينا يلا نقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ يا حبايب القلب في شرح قاعدة الباسف وحنمشي على الشرح بطريقة تفصيلية حبايب القلب المبني المجهول طبعا الدوسية انا بخاطبك فيها بلغة عامية هيك على اساس ان عطفتك ومعليك ايش تستوعب وتفهم ايش بدنا نسوي قبل ما نبدأ بالقاعدة اسمع علي جاي ترى قاعدة كثير طلاب بيخافوا منها فعليا اه والله اسمع في كثير طلاب بيخافوا من هاي القاعدة من الباسف فويس تحديدا بس اسمع شو راح نعمل اول اشي راح نشرح القاعدة بطريقة علمية عشان الطلاب مين الشاطرين فلازم احنا لما نشرح نرضي جميع المستويات اللي بدهم اياها بس بعدك راح نلخصها على مجموعة نقاط خفيفة نحفظهم بس الاهم انه في كثير قواعد للمادة لهيك ابو السيس راح يفرتكلك القاعدة بطريقته الخاصة اللي ما بتخليك تحفظ بس شوية العيب راح تخليك بعمرك ما تنسى المبني المجهول بعون الا طبعا زي ما قلتلك الشرح على قناتي على اليوتيوب حبايب القلب اللي لحد الان مش موجود في جروبات اللغة الانجليزية ابعت رسالة على 07907803880 اسمك محافظتك وقل لي بدي افوت لجروب طبعا وتخصصك عشان يعرف شو الجروب اللي انت بدك تفوت فيه done انقول done ويا ريت يا ريت يا ريت انك تشير هذا الفيديو وتحكي لك كل الكوكب عن اللي قاعدين ام نعمله الان حكينا كثير الان لا خلاص خلينا نبدأ في قاعدة الباسف بويس شوف يا حبيب القلب في عنا فرق دايما ما بين الطالب اللي بيحفظ والطالب اللي بيفهم اللي بيفهم لما يروح على امتحان الوزارة اي ترك في السؤال اللي بيعرف يتعامل معه اللي حفظ اي تغيير في السؤال بيطبل في الحيط فعشان ايك تركز استوعب افهم شو اللي بدنا نحكيه في البداية قبل ما نبدأ بالباسف بويس في عندك اشي اسمه طالله انواع الجمل لازم الطالب يعرف شو هم انواع الجمل من حيث الفاعل شو انواع الجمل من حيث الفاعل بيقولك انه في عندنا two types of sentences in English language عندنا نوعين من الجمل في اللغة الانجليزية النوع الاول اللي هو active sentence يعني مبني للمعلوم والتاني اللي هو passive sentence اي مبني للمجهول اذا عندي معلوم مجهول طيب how we can distinguish between انا كيف بقدر ان انا اميز ما بينهم موضوع بسيط بيقولك المبني للمعلوم هي الجمل التي تبدأ بsubject اي فاعل اما المبني المجهول هي الجمل التي تبدأ بobject اي مفعول به شوف الجمل الاولى هاي احمد cleans his room ها بلشت باحمد اذا subject هون the room is cleaned by احمد هون بلشت بobject اذا هاي مجهول طيب استاذ انا كطالب شو وظيفتي انا شو اعمل عرفت انه عندي نوعين وظيفتك في داخل الكتاب هي معرفة كيفية تحويل الجمل من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول كيف احول الجمل من معلوم الى مجهول وعشان اتحول الجمل من معلوم الى مجهول we have three general steps عندي ثلاث خطوات عامة ركز شو بدي اقول لك كم خطوة عندي ثلاث قلتلك هشرح القاعدة بطريقة علمية احاول ارفع مستوى الطالب الضعيف وارض الطالب الشاطر بعد ايك حرجع بخصلك اياها ثلاث نقاط بس تمام بس لازم تمشي على كل اشي تبع وخلي جلمك في ايدك وكتب اي ملاحظة انا جاعد بحكيها كمان مرة وظيفتي احول الجمل من معلوم الى مجهول معلوم الى مجهول رب كم خطوة عندي ثلاث خطوات واحد بقول لك start the new sentence with object ابدأ الجملة بالobject two put one of the suitable be form according to the tense of the sentences يعني نضع احد اشكال الbe وفقا لزمن الجملة three put the past participle then the compliment of the sentences نضع التصريف الثالث ثم تكملت الجملة استاذ هذا انجليزي ها ما بشرح عربي ما هو انا طبعا استاذ انجليزي بس هيك الطالب لما يقرأ ايك بقول لك استاذ شون تجاي تشرح لوحد جاي من بريطانيا لا هنشهدي وروك اعتبر انه هاي ثلاث نقاط ابو السوس كادو لك ما جابش سرتهم تمام حبيبالقلب مزيل لركز بيقول لك عشان اتحول الجملة من معلوم الى مجهول بعينك الله بنبدأ الجملة باستخدام الوبجيكت اثنين نضع احد اشكال الbe ثلاث نحول الفعل للتصريف الثالث Object وB وVerb 3 Deal نقول Deal بس دا أقول لك شغلي خفيفة لطيفة بسيطة يا حبيبي الـ Object جميلتك على حالك الوزارة بتساعدك وبتعطيكي الـ Verb 3 هو في كل قواعد الباسف فويس معناته أنت كطالب عطفتك وما عليك علاقتك هي مع مين مع اختيار شكل الـ B المناسب علاقتك مع اختيار شكل الـ B المناسب طب كيف تعال خلينا نمشي على القواعد طبعا عشان تكون فاهم وعارف ركز اه في داخل كتابك انت مطالب بقاعد رقم 1 و2 و3 و4 بس في كتابك بس الـ 4 قواعد هذول هس احنا شو بدنا نشرح 5 و6 و7 و8 و9 بدنا نشرح كمان اضافيات ليش حيلزموك في اشي ثاني بعدين بفهمك ايش هو هلا بدنا احنا نمشي على 9 قواعد كاملات بعدين هنلخص احنا شو مطلوب منه وشو اللي رح نتعامل معه بس الاشي الزيادة انا رح اشرحه لانه في هدف معين انا بدي اياه منك ورح تحتاجه في امتحان الوزر ما هيجيك سؤال عليه بس هتحتاجه ركز وتسلسل معي نبدأ بالقاعدة الاولى بيقول لك في رقم 1 امه انسى ابو السوس لما يضرب في التكنولوجيا بضيع نبدأ في قاعدة رقم 1 بيقول لك يا حب الابدي إذا وجد داخل الجملة نضع از او ام او ار زائد الفيرب 3 بس بس هاي عندي هولد هي فيرب 1 بدي احط انا هون از والفيرب 3 من هولد اللي هي ايش نزلت بدي اكمل بس يعطيك العافية استاذ شكرا لك ولا فهمت ايشي حلو دايما مش طب دايما اذا بدك انت تكتسح في الوزارة لازم يكون عندك آلية للتعامل مع السؤال الموضوع مش احفظ القاعدة وروح طبق عليها يا عم لما تطبق بصير التطبيق غلط لك قدام الفكرة لازم يكون عندك استراتيجية معينة في التعامل مع السؤال شوف كيف شوف ابو السوس الان شو بده يعمل لك ركز بدي احل السؤال الثاني هون تمام الاول حلنا قبل الشيوش طب طب بتزمني شي طلع السؤال الثاني اول ما اعرف انه الجملة بدأت باستخدام الوبجيكت اذا انا قاعدتي هي ايش باسف لانه القاعدة هي عبارة عن قاعدة باسف فويس اول اشي بتعمله ركز تحليل الجملة شو بتسوي بتحلل الجملة طب كيف يعني بدي احلل الجملة طلع كيف بدور على الوبجيكت هاي موجود هون بحذفه ما بلزمني خلاص اي اشي بعد الوبجيكت هو عبارة عن اشي من سميه كومبليمنت تكملة الجملة ما الي دخل فيها بتنزل في نهاية الحال السبجيكت بحذفه تحليل الجملة اي انه بخلص كل اشي في الجملة ممنوعي ضل عندي الا الفعل مين ضل عندي ريدز بحدد زمنه هو فيرب وان فيرب وان الان باجع قاعدتي في حال وجود فيرب وان نضع از او ام او ار زائد الفيرب ثري ذا ريبورت مفرد اذا از الفيرب ثري من ريدز ريد نفس الكتاب يختلف في اللفظ بكمل جملة اللي هي ثري تايمز ويكلي الى اخرى اذا الهدف دائما هو التعامل مع السؤال طب استاذ ما فهمت عادي شوف للمثال الثاني على قاعدة ثانية كله هنطبق عليه نفس الاستراتيجية حاول دائما تحلل تفهم عشان ما تغلط في الامتحان شوف لي هاي الجملة ها بدي انا احل جملة طبعا وبخلي لك جملة كل قاعدة نحط عليها جملتين جملة انا وياكم نحلها هون على الفيديو وجملة يا استاذ بتحلها انت لحالك خليني اخذ الجملة رقم اثنين لانها عبارة عن سؤال وزاري وقديم هذا السؤال ورد ركز وهده بلشت بسموك يلا استاذ شنا نعمل قلنا اول اشي هو تحليل الجملة يلا هاي سموك بدي اياها لا لانها نزلت اي اشي بعديها كومبليمت هينزل من ضل عندي سو حدد زمنه شو بتقول لك القاعدة رقم اثنين في حال وجود نضع واز او وير زائد وير في حال وجود وير نضع واز او وير زائد وير وير طيب الان استاذ سموك لانها غير معدود هتوخد واز الفيرب ثري من سو اللي هو سين وبكمل جملته coming out of the forest الاخرة done شوف لرقم ثلاث بيقول لك if the verb in the sentence is the present perfect اد يا باية يا عم بلاش تقرأ أستاذ خش على الدعسة تعالا قل لك شوف لها الجملة هاي وزارية برضو جملة وزارية people have hunted elephants for their tasks اهه حلو حلل هاي elephants راحت اللي بعديها كومبليمت حينزل people راحت ظل عندي have hunted have زائد hunted verb ثري شوف تقول لك القاعدة في حال وجود has او have زائد verb ثري طب شو حل لي أستاذ حل لك هيكون has او have زائد been زائد الverb ثري اذا هون دا نزل الhave ثم been ثم الverb ثري من هونتد هي نفسها هونتد وبكمل جملتي for their tasks for their tasks هيك القاعدة بتكون بلشت تدرج معنا بعدين تقول لك شغلي كل الأمثلة هاي إجابتها النموذجية موجودة هون صح أنا بحل المثال بترك لك مثال كيف تتأكد إنه صح إجابة النموذجية بتكون موجودة جنبه ركز معاي الله يرضى عنك تعخش لع القاعدة رقم أربعة وهي هاي باعتبرها آخر قاعدة في الباسف مطلوبة منها دايما أول ما أعرف إنه باسف كيف بميز إنه ببدأ بالأوبجيكت ببدأ تحليل الجملة ذكيك هاي ذكيك في كومبليمنت فش الله يريح باله ريحني سنبدي عبارة عن سبجيكت راح عندي هاد إيتن يعني عندي هاد زائد فيرب ثري بنقل المساعد اللي هو هاد تمام قاعدتي بيقول لك في حال وجود هاد زائد بين زائد فيرب ثري أو هي هاد عفوا زائد فيرب ثري ننقلها هاد بين وفيرب ثري في حال وجود هاد وفيرب ثري بتصير هاد بين وفيرب ثري هاي هاد وهاي البين والفيرب ثري هو نفسه إيتن ونقطة دون إن قول دون بس فيه شغل بدي أنبهك عليها في رقم ثلاثة هاي في حال وجود هاز أو هاف وفيرب ثري ننقل هاز أو هاف ثم بين ثم فيرب ثري يا حب الأبدي الله يرضى عليك ويوفق ويبعد لك معدل أخو شلن ممكن تكون في الجملة هاز بس الحل يصير هاف أو تكون في الجملة هاف بس الحل يصير هاز هون يجب مراعاة الإفراد والجمع لازم تدير بالك على مسألة الإفراد والجمع طيب الروح على رقم خمسة هلأ من واحد لأربعة هو المطلوب منها خمسة ستة سبعة تمانية تسعة الخمس قوات لحشرحهم الآن هذول مش موجودين في كتابك بس بديك تحل عليهم لو مثال واحد فقط حيلزموك حيلزموك رد عبو السوس حيلزموك هسا فياش حيلزموك أنا رح أحكي لك بعدين تمام حيلزموك بس طيب مش موجودين في كتابك لشنا بدوسم يا عمي رد علي يا عمي مسيرني يا عمي تبدأ غلبك شوي تغلب معنا شوي الآن خلينا نشوف هاي الجملة هايها دانيال دانيال is writing a report about economy now أول شيء يا حبيب القلب ما زول لببدأ تحليل الجملة a report about economy هايها a report about economy راحت now هي compliment حتنزل في النهاية دانيال سبجكت راح ضل عندي is و ing بيقول لك القاد في حال وجود is او الام او حتى الار ومرافق لها verb ing طب شو الحال يا أستاذ حالك بيكون طبع ال is او الام او الار بتنقولها مع مراعاة افراد وجمع زائد being زائد ال verb three اذا هون حيكون عندي نقلت ال is لانه عندي report مفرد هاي being وهي ال verb three من writing اللي هو written وبكمل التكمل اللي هي كلمات now done انقول done شوف لي رقم ستة وفي رقم ستة حرائة فكرة الافراد والجمع الان ونثبت المعلومة ركز معي the teacher was testing the students on their grammar تحليل الجملة the students هيا راحت on their grammar هيا teacher راحت ظل عندي was testing يعني was و verb ing بتقول لك القاعدة في حال وجود was او where plus verb ing حلك بيكون was طبعا او where plus نضع being plus verb three طب شوف هاي عندي was هنزل هون was بتصير جملتك غلط هاي فكرة الافراد والجمع وهون بيغلط الطالب حبي هي موجودة was فوق اه مظبوط was استاذ بس قلتلك يجب مراعاة الافراد والجمع هون عند students جمع غلط احط was استاذ ما بيصير غلط دك تروق حنش اذا هون دك جاور ليش لان students عبارة عن ايش عن جمع مظبوط الان لاني هان عندي اخترت where بعدها قلنا being هاي عندي هنا being وهي الان الverb three من testing وهي كلمات tested وبكمل on there grammar كما هي deal نقول deal طيب نيجي الان على سؤال رقم او فكرة رقم سبعة the government must save the historical sites برضو سؤال وزاري تحليب هاي the historical sites راحت government راحت ظل عندي must save must save المست يا شباب ويا صبايا عبارة عن مدل والsave عبارة عن infinitive فاذا بعد ما حللت الجملة ظل عندك مدل و infinitive شو القاعد اللي تتبعها تتبع مدل ثم نضع ب ثم نضع الفيرب ثري فدأ نقول المدل الهان اللي هي كلمة مين must وبعديها الbe والsave هتكون فيرب ثري وهي كلمة saved تمانية وتسعة بالله عليك ابوس كعب ايدك لو انا جاعد بحلهم هالساة تنعججش تمام تعادي تخافش شكورت عجل تعالك وعد خاف تمام هتكون قاعد رقم تمانية ورقم تسعة اطوال واستنى شوي مش مطلبين منك تمام طب ليش بدنيهم استاذ بلتلك حيلزمو هتمجلك اياهم مع فكرة هتكيف عليهم زي ما بدك والزيادة done نقول done الان ابو خليل ركز معايا الله يرضى عليك ويوفقك ويبعتلك ان شاء الله يا رب يا رب شو بدك شو يبعتلك ايش معدل يا الله معامل مع الله شف لي هون حلو حبيت ارمي الشبك عقلب ما بين شبك حلل دور عالاي هون ما حتلاقيها بس مين بديل عن الاي اللي هي مي بيقول لك في اللغة الانجليزية لا يمكن مستحيل ما بصير اش غلط لا يمكن ان تبدأ جملة بضمير مفعول به يعني يعني هي مي انقولها في بداية الجملة هنا مي نو 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 بيبي ما بصير تمام فعشان هيك يا حبيبي اذا كان في عندك مي تحت حتلاقيها اي انت مش وظيفتك تحولها بس وظيفتك تعرف انه اي اصلا في الجملة مي يعني هي الابجكت راح عشان تعرف انه اللي بعدها حينزل وانه المانيجر هو والسبجكت حينحذف وظل عندي ويل بي انتر فيوينج وشو بتقولك القاعدة في حال ضل عندك في الجملة ويل ومعها بي ومعها فيرب آي انجي اسمع لعطلعة هاي عاد بتحط الويل بتحط بعديها البي بتحط بعديها بيينج وبعدين بتحط الفيرب ثري ويل بي بيينج وفيرب ثري اذا هون هيكون ويل وهاي بي وهاي بينج والفيرب ثري اللي هو من انتر فيوينج انتر افيود وبكمل طبعا فور اجوب دون دون طويلة صح تخافش بس تخافش هسه ابو السوس لما يوصل عند النقطة هاي الجدول حشطب لك كل ايش قلت لك اياه بس حدخلك طريقة هون تفهم كل حر موجود داخل الباسف فويس بس ما بقدر ابلش معك باختصار لازم امشي على التفاصيل بعدين معلم اختصر لك لابدك اياه اخطيك طريقة اسمع لو مدرسش باسف فويس هتفلل في الامتحاد بس اسمع شو رح احكي تعال خنخدش عاخر قاعدة شو ما نطولش عليكم تعال نخلي لحل المحاقيقة طيب الان مدل هاف وفير بثري يعني بيقول لك يلا حلل هاي اول ببليك ترانسポرد سيستم اوبجكت راحت تكنولوجي حلو راحت ظل عندي will have وفير بثري اشي بتقول لك القاعدة في حال وجود will plus have plus فير بثري طبعا will او اي مدل ننقل ال will will have ثم نضع been ثم فير ثري will have been فير بثري اذن هون will have been وبدل change او عفوا الفير بثري من change هو نفسه ايش changed full stop هي خلطه تساقه وعد عندنا طبصة احنا ما فهمناش حبيت حبيت طعلا بدي اعتبر وركز ركز اه بدي اعتبر انه فيه طالب يمسايرني من اول الفيديو ونال هاي يعني نشوف شو بتسوي ونشوف نال في من ايش طيب بعدين وبدأ اعتبر انه فيه طالب فتح الفيديو فجأة قدم وصل للنقطة هاي اللي قابل كلياته محضروش تمام وبدأ يفهم الباسيب فويس وقلو تعال انتبه لهذه الطريقة المبتكرة ابو السوس كده لك مألفها والتي سوف تساعدك على استنتاج جميع قواعد المبنى للمجهول بوقت قصير هذه الطرق بالتعليم تفيد الطلبة بغض النظر عن المستوى بغض النظر طعيف قوي متوسط فمن خلالها يمكنك فهم القاعدة بشكل افضل وايضا تساعدك بالامتحان في حال انسيت اللي بتحفظه تعال واحد لغاية عشرة مش تسعة الان صاره الان هذور القواعدة اللي احنا اخذنا همو قلت انت مطالب لغاية رقم اربعة صح بدي افترض انه الطالب من واحد لغاية عشرة نسيهم في الامتحان يا عمي نسي يا عمي مش بني ادم هو يا عمي والله بني ادم الطالب يا عمي بنسى صح ولا لا تمش بني ادم تنسى بتنسى تعال اقول لك اذا نسي الطالب في الامتحان شو يعمل كلمة نسي يعني الطالب سكرت معه خلاص قفلت لا حياتي اللي منتو نادي شو منقول للطالب هون منقول له تعالى نخلي الحلم حقيقة ركز معاي شو بدي منك بالضبط تمام بدي منك ثلاث اشياء بس والحلو في الموضوع انه الثلاث اشياء اللي بدي اياها منك موجودين معاك انا حاخدهم منك دان دان اول شغلة خطوات الحل هو ان نبدأ باستخدام الابجيكت ثم نطع احد اشكال البي ثم الفيرب تري هذا الحكي الكل اللي بيعرفه صح صح اتنين بدي منك تساعدني في هذا الجدول بعينك الله يا عم يخذني على قد عقلي هذا الجدول يا عم يساعدوني فيه هاي ساعدني اني اعبي هذا الجدول شو هو هذا الجدول الجدول هذا هو اشكال البي شو همي اشكال البي ما هذا ايش انت انا قلني ايا البي هي عبارة عن از او ام او ار صح اه والله صح او ممكن تكون واز او وير مظبوط اه مظبوط او ممكن تكون استاذ اللي هي البن حالو وحتى انها ممكن تكون استاذ البي او والله استاذ مظبوط طب شو فايدة الجدول هذا كمال كمال تعال تعال بديك في هذا الجدول تحلل لي يا كيف يعني اذا عرفت انه البي عبارة عن انفينيتف يعني مجرد اذا از ام ار هي فيرب وان معناته واز وير فيرب تو معناته البن هي فيرب ثري معناته البي هي فيرب اي انجي هاي النقطة الثانية اللي بديها منك جدول البي اللي هو اصلا موجود عندك اصلا انت بتعرفه اصلا انت بتعرفه طيب اشي بدك كمان استاذ النقطة الخام ثلاثة الله ملاحظة بس نقوم بنقل الافعال المساعدة مع مراعاة الافراد والجمع انقل الفعل المساعد مع مراعاة فكرة الافراد والجمع استاذ بس هيك اه استاذ بس انا بدي ثلاث نقاط هذول حتى هاي جميلتك حالك بدي شي بدي اشكال البي وبيدي استاذ هاي الملاحظة هذول بنهولك ام ام الباس بفر تقولك يا بس الفكرة انه كيف اطبق عليهم الان تعال خليني افرجي كيف تستنتج كل قواعدك وكيف تطبق عليهم يلا الان حبايب القلب نشوف كيف انه هذول النقطتين تحديدا بقدر من خلالهم استنتج جميع قواعد الباسف فويس صلي على الرسول وركز معاي هون تعال نخلي الحلم حقيقة اسمع علي انا اتفاجت انا وياكم دائما قبل ما ابدأ الحل اعمل تحليل الجملة وتحليل الجملة معناته كان يظل عندي فقط البقاء للفعل البقاء الاقوى بس عندنا في الباسف فويس البقاء بس للفعل تخيل انه انت بعد ما حللت الجملة تمام واحد تخيل انك حللت الجملة والحياة حلوة وظل عندك جو الجملة فيرب ايش وان يعني انت مش حافظ القاعدة ظل عندك فيرب وان في الجملة حلو تعالي علمه الجدول روح على الفيرب وان شو بتوخذ منه از او ام او ار معناته اجابتك ده تكون از او ام او ار ودايما فيرب ثري طيب ما فهمتش تعالي على رقم اثنين افرض انك حللت الجملة وما ضل عندك فيها الا فيرب تو يا عمي مش التحليل يدخل الفعل ظل الفعل عندي اطلعت على الفعل لقيته بس فيرب تو تيجي هون توخذ الفيرب تو هي واز او وير اذا جوابك هيكون عبارة عن واز او وير زائد الفيرب ثري حلو شوف الان ابو تسوسكا دي لك كيف رح يدمج لك هاي الفكرة بالشرح حللت الجملة وزبطت امورك والحياة حلوة ضل عندك جوة جملة هاز او هاز زائد فيرب ثري تعالي هون يا عمي تعالي هون نقوم بنقل الافعال المساعدة مع مرآة الافراد والجمع يا عمي ونقل الفعل المساعد مين المساعد عندك هاز وهاذ هاينا قالت هاز او هاذ يا عمي هذا الفعل شو تصريفه فيرب ثري تعالي هون شو بتوخذ فيرب ثري اللي هي البن اذا بلس بن زائد فيرب ثري مصباك طب شوف لرقم اربعة حللت الجملة وخلص امورها ضل عندك جوة جملة هاد وفيرب ثري يا عمي انقل المساعد مين المساعد اللي هو هاد هاي يا عمي هاي فيرب ثري شو بتوخذ من الجدول تبعك اللي هي البن ودايما بتختم في الفاسف فويس بالفرب ثري طي شوف لخمسة يا زلمتي يا عمي انت حللت الجملة وزبطت امورها حياة حلوة ظل عندك جوة جملة از او مثلا ظلت ام او مثلا ظلت ار واكيد مرافق لها فيرب اي ان جي يعني هذول اللي ظلوا في الجملة بس انقل المساعد حتنقل الاز او حتنقل الام او حتنقل الار هذا فيرب اي ان جي يعني نروع جد ولا كات ال اي ان جي منه مين ال اي ان جي بيينج اذا زائد بيينج زائد فيرب ثري حلو طب هاي قاعدة رقم خمسة تعال خلينا نشوف قاعدة ستة اذا بتحب تأخذ لك سكرين شط على السريع تعال خلينا نشوف قاعدة رقم ستة يا عمي هسا بعد هيك امسوس كذلك شو دي سوي لسه حناش بدي ازبطك هسا بعد هيك بدي اشمطك سؤال وزارة وقل لك كيف بدي اطابق سؤال وزارة مع هذا الكلام طبعا حبيت تحفظ قواعد موجودة عندك حفظها حبيت تفهم وتستوعب واذا نسيت في الامتحان تعرض كيف تستنتش قاعدتك مش هال جدول هون هيرايحك رقم ستة يا زلمتي في حال ظل عندك جوة الجملة مثلا واز زائد الفيرب اي ان جي يا عمي حللت الجملة ما ظلش غير هدول انقل المساعد اذا بدي انقل هنا الواز او الوير يا عمي مدامه هذو اي ان جي اذا شو بدي اختاره من الجدول هي بينك زائد الفيرب اثري يا عمي شوف رقم سابعة يا عمي ظل عندك جوة جملة مدل زائد انفينيتف تبش حللت الجملة يا عمي ظل عندك في الجملة الفعل يا عمي الفعل اللي ظل هو مدل انفينيتف انقل المساعد المساعد اللي هو مدل هاي نقلنا يا عمي هذا انفينيتف مجرد هالجدول مين المجرد اللي هي البي اذا زائد البي زائد فيرب ثري يا عمي قاعد رقم ثمانية وقاعد رقم تسعة هذول سووا كركبي لما انا شرحتهم اطوال ثمانية شوف كيف بتقدر تستنتجهم مش تحفظهم كيف تقدر انت ترجع تكتب القاعدة من الصفر يا عمي ظل عندك في الجملة ول زائد البي زائد الفيرب آي انجي يعني هذول اللي ظل عندك في الجملة تمام انقل الافعال المساعدة يعني حتنقل الول وحتنقل البي هاي نقلت الول وهاي نقلت البي يعني هذول الفيرب آي انجي شو بتوخذ من هناك بينك هاي بينك وبتختم بالفيرب ثري طب شوف لرقم تسعة حللت الجملة زبطت امورها تكتكت هذول عندك في الجملة بس ول زائد الهاف زائد الفيرب ثري انقل المساعد هتنقل الول والمساعد المعله هو هاف نقلناهم يا عمي هذول فيرب ثري شو بتوخذ من هناك بنوخذ البين وبختم دايما بالفيرب ثري اذا دايما احلل الجملة شوف الفعل شو شكله اذا شكله فيرب 1 تعخذ الفيرب 1 اذا شكله فيرب 2 تعخذ الفيرب 2 اذا في مساعد انقلو اذا في فعل فيرب ثري خذ الفيرب ثري اذا في مساعد انقلو اذا في اي ان جي خذ ال اي ان جي وصلت طب تعالي هون خلينا نشوف نحط سؤال وزارة تمام شوف هذا السؤال بس نعلاح كيف ممكن في الانتحان يصفقك فيه انتحان هون يازل ما تطلع شو ممكن يقول لك شو ممكن في الانتحان انف بلش لك بانف مني وقال لك يلا سرسح فضل حل سرسح معناها يلا شو اتفقنا سؤال وزارة اتفقنا انه لازم احلل الجملة حلو انف مني هايها انف مني راحت اللي بعديها ايش حينزل راحت قلت انا تحليل الجملة يعني ما يضل عندي الا الفعل مين الفعل يضل عندي هاف سيف يعني ضل عندك هاف زائد الفيرب ثري يعني شو منقول لك هان انقل الافعال المساعدة حنقول مين هاسا معناتو الهاف هاي حنزلها هون ايش هاز لاني كاتب لك مع مراعاة الافراد والجمع كونه عندك انف مني غير معدود يعامل ايش مفرد شو انك ما قدرت انزل الهاف طررت احولها لهاز لانه المني غير معدود حلو هذا فيرب ايش ثري يعني روه على الجد واخذ الفيرب ثري منه حتاخذ بين واختم بالفيرب ثري اللي هو كلمة مين saved to buy a new car هيك بتكون ايش معلم فرتكتها يا عمي طب خذلي هاي الجملة هاي جملة كتاب يا عمي ها some body has found my missing laptop جملة كتاب يا عمي ها هاي عندك هون my missing laptop فضل ابدأ حل قلنا اول اشي بحلل الجملة my missing laptop هايو ما بدنا اياها راحت somebody راحت ضل عندي has found انقل المساعد حتنقل الhas found هي verbi ثري شو باخذ من جدولي اللي هي البن وباختم بالverbi ثري اللي هي ايش found حياة حلوة خذلي سكرين شبتها مشي للجدول تعال هسه هون شايف القواعد هايلي موجودة هون هذول هم العشر قواعد اللي احنا شرحناهم هاي الجدول هاي الملاحظة اللي هو التلخيص هيك بيكون انتهى معاك الجزء الاول من الباسف فويس ان شاء الله تمام بعد ما انه انت عندك هون من واحد لغاية عشرين اللي هي ورقة عمل على الباسف فويس تمام بتحلها وبالطابق الاسئلة ولكن هيكون في عندك فكرة جديدة النفي بس دا اقولك اياها لا يوجد اي سؤال داخل الكتاب على حالات النفي ما فيه لكن يفضل الاطلاع عليها في حال بدأت الجملة بنو بادي او نو ون نقوم بتطبيق المبني المجهول كما تعلمنا ولكن عند الانتهاء من الحال نضيف نت او اذا لقيت في الجملة دازنت او دونت جوابك بيكون ازنت امنت او ارنت زائد الفيربي ثري اذا لقيت دينت جوابك بيصير وزنت او ورنت او فيربي ثري هذا حالات النفي في حال في حال حبيت انك تطلع عليهم بس ما فيه اي سؤال في الكتاب على نفي على شو بدك تسوي عندك 20 جملة عطوفتكم عليك لازم تبدأ اتحل في العشرين جملة قدامك طريقتين للدراسة اما بتحفظ او ايش بتفهم واذا كنت من الطلاب الحف اذا بده يحفظ يا عمي يا عمي يحفظ بس لغاية رقم ايش اربعة فقط لا غير يحفظ لغاية رقم اربعة فقط لا غير دان نقول دان الله الفيديو الجاي والجزء الثاني من الباسف فويس هيكون كيف نتعامل مع قاعدة الباسف فويس في سؤال صحح الفعل ما بين اقواس او حتى في سؤال ضع دائرة مع كتابة مجموعة من الملاحظات انه كيف اتعامل محهم داخل الامتحان الوزاري دان يا حبايب القلب انقول دان حبايب القلب الله يعطيكم الف مليون تريليون عافية بداية يا رب يا رب يا رب ان اكون فقدكم قدر المستطاع زي ما قلت لكم شرح قواعد الفصل الاول حينزل بشكل مجاني كامل على قناتي على اليوتيوب الدوسية متوفرة بشكل مجاني كمان في جميع مكتبات المملكة المختصة في التوجيه فبتقدر تروح على اي مكتبة قلهم بدي دوسية سيف عوامر للقواعد اللي هي الدوسية المجانية بتخذها بتروع الدار وبتبلش على اليوتيوب تحضر كل مادتك للقواعد باذن الله تعالى ظل عليك شغلة وحدة خدمة بطلبها سيف عوامر منك انه تاخذ لينك هذا الفيديو وتبعت على اي جروب واتساب عندك تحكي لاصحابك وانت تحكي لاصحباتك وان شاء الله يا رب الفائدة للجميع زي ما الدوسية هاي طلعت اوائل المملكة ان شاء الله يا رب يا رب يا رب بتكونوا انتم كمان من اوائل المملكة يعطيكم الف الف عافية ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم للجزء الثاني وان شاء الله يا رب يا رب يا ربي اعلى واعلى واعلى المراتب اخوكم وستاذكم وحبكم سيف عوامر